بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا في هذا الموضوع ان شاء الله سوف نتحدث معكم عن الدراسة بشكل عام وبشكل تفصيلي فاللي بهم فعليا موضوع الدراسة في بلاروسيا سواء كيف الخطوات اللي راح نقدم عليها شو الأشياء اللي بتلزم شو سلبيات للدراسة شو إجابيات الدراسة شو التكاليف الدراسة في هذا الموضوع ان شاء الله راح يكون هو طويل لانه ممكن اكثر موضوع انا بنسأل فيه فان شاء الله راح حاول اجاوب على معظم الاسئلة اللي بتنسأل في هذا الموضوع ماشي اوكي فاللي بهم هذا الموضوع يستنى معاي او ينتظر ويستمع معاي هذا الموضوع واللي عنده بظل اسئلة وان شاء الله ما يظل عند اي حد اسئلة اللي بظل عنده اي اسئلة ممكن يكتب ليهم بالتعليقات وان شاء الله بجاوب علي طبعا الخطة كانت اليوم هو أنه أحكى الموضوع ثاني بس الأسئلة بهذا الموضوع بظلت تتكرر وتتكرر وتتكرر في مرات كثيرة ما علينا خلينا نبلش بموضوع الدراسة بشكل عام في بيلاروسيا أحكي لكم شوية معلومات عن بيلاروسيا أو عن الدراسة بشكل عام في بيلاروسيا ونشوف حاسة حالي تعبان يا أخي الساعة الآن واثناش أو الثانية عشر والنصف طيب خلينا ندخل في الموضوع وبدل ما نحكي كثير في موضوع ما لا أي قيم المهم الدراسة في بيلاروسيا مثلها مثل أي دولة ثانية مثلها مثل أي دول العالم الأخرى فيها باللغة أو لغة البلد اللي هي اللغة الروسية وفيها باللغة الإنكليزية الأشياء اللي موجودة في بيلاروسيا أو الدراسات اللي موجودة في بيلاروسيا معظم الدراسات المنطلوبة موجودة في بيلاروسيا اللي نفرض أو لو نتفق مع بعض أن أكثر الدراسات المطلوبة في العالم أو الطلاب اللي بيسافروا من أجل اللي بتركوا بلادهم وبيسافروا لأجل الدراسة في بلاد ثانية اللي هي أول شيء ورقم واحد أتوقع اللي هي دراسة الطب رقم اثنين دراسة الهندسة بانواعها بشتى انواعها هندسة كمبيوتر هندسة اتصالات هندسة طيران وما جاء بها ذلك واتوقع النقطة الثالثة اللي هي الطيران هذا بالنسبة للهندسات بالإضافة طبعا للمواد الأدبية الثانية اوكي هذه خلينا نتفق على هذه القاعدة بيلاروسيا موجود هذه الأشياء فيها تقريبا كلها الميز الموجود في بيلاروسيا ان الطب هنا بتدرس باللغتين وتوقع مش في كل دول العالم بتدرس باللغتين يعني مثلا لو جينا على ألمانيا على سبيل المثال ألمانيا بدرسوا الطب فيها فقط بالألمانيا والله أعلم هذا اللي بعرفه أنا أنا مقصود الآن عن الجامعات الحكومية طبعا بيلاروسيا ما فيها جامعات خاصة كل الجامعات فيها جامعات حكومية بعدين برجع لموضوع الجامعات معترف فيها مش معترف فيها هذا السؤال بيطرحوه عليه الطلاب كثيرا وأهل الطلاب بيطرحوه كثير من المشاكل متكرر هل جامعات بلوروسيا معترف فيها كل دولة تقدريا درس الطب للحكوات بها باللغة الخاصة من المالك ف городين البريطانية بتقريبا دورة للغة تعبينى لأنه ما فيش طب عربي إلا بالسوريا والله أعلم اللي بعرفوا زمان كانوا بس في سوريا بدرسوا باللغة العربية فبيلاروسيا فيها الطب بدرسوا باللغة الروسية وباللغة الإنجليزية طبعا فيه مدرسين مختصين بدرسوا الطلاب باللغة الإنجليزية حس حالي صوتي بنوم صح يا جماعة مش مشكلة تحملوا عليه شوي لأنه أنا شوي حس أنه فيه إراق ما فيه مشكلة يا سبحان الله لسه ما حكنا شي شي وصل خمس دقائق ما فيه مشكلة طيب فميزة أنه موجود اللغتين هذه بتخلي الطالب يعني فيه طلاب قولك أنا ليش أتعب حالي ودرس بالروسي وبالروسي مش رح يلزمني بعدين وأنا راجع لبلدي والطب كله بالإنجليز ولغات العالم بالإنجليز أوكي مزبوط كلامك صحيح فعشان كذا بلروسيا أحطت مجال أنه يكون في عندهم لغة إنجليزية إضافية بالنسبة لدراسة الطب دراسة الهندسات خصوص دراسة الهندسات مش كل الهندسات موجودة بالإنجليزي الـ IT موجودة بالإنجليزي بعض التخصصات الفرعية موجودة بالإنجليزي ولكن باقي التخصصات مش موجودة بالإنجليزي لأنه ما فيش فيها عليها طلب كثير أنهم يوفروا مدرسيين إنجليزي يوفروا كتب إنجليزية يوفروا مقاعد اللي هو بالإنجليزي لأنه ما فيش طلب كثير بالإنجليزي عكس الطب الطب فيه أنا أتوقع هنا لو عملنا مثلا مين أكثر الجاليات اللي بيجوا بيجوا هنا من سيرلانكا مثلا من الهند من باكستان من الصين الدول العربية هذه الدول اللي بيجوا بدرسوا فيها ومعظمهم بدهم بالإنجليزية فعشان كده عاملين للطب مجال إنجليزي على فكرة الطب في التدريس باللغة الإنجليزية في روسيا مش فترة طويلة تمكن تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر شوي يعني بلشوا درسوا إنجليزي يعني أوكي ما في مشكلة طيب هذا بالنسبة للغات الموجبة جمعات بيلاروسية مثل ما حكيت لكم بالبداية جمعات حكومية ما في جمعات خاصة يعني معظم الجمعات اللي تدرس فيها أنت جمعات حكومية يعني أنت الختم اللي بتأخذه أو الشهادة اللي بتأخذها بتكون معتمدة ومعترف فيها من الحكومة البيلاروسية ومعترف فيها بكل الدول المعترفة بيلاروسية كدولة مثلا بيلاروسيا فيها النظام اللي هو تابع لختم أبوستيل أو إبوستيل اللي هو الختم تقريبا العالمي اللي هو للتعارف أو لتوثيق الأوراق يعني كل دولة ودولة إذا هذا الختم موجود بكون هذا يبدل أنه هذه الأوراق أوراق هذه الدولة معترف فيها بالدولة الثانية وهكذا يعني بساعد في إجراءات الاعتراف وهذه الأمور الأمور تكون أسهل يعني هذا بالنسبة للجامعات طيب ما بدي أطول بموضوع الجامعات عندنا أربع جامعات في بلاروسيا بالنسبة للطب بشكل الآن في تقريبا خمسين جامعة في بلاروسيا كل مدينة تقريبا فيها سبعة لعشر جامعات تقريبا يعني كل مدينة عدا مينسك مينسك توقع فيها عشرين جامعة غير الكليات المجرد كلي أنا بحك عن جامعات كبيرة وفي بيرا روسيا الجمعات هنا مش جامعة مثلا لي نفرض أنه جامعة الطب فيها جمعات مثلا نفسها فيها كلية أداب ونفسها كده لا هنا عندنا الجامعة بتكون مختصة بشيء معين عكس أننا مثلا نحن عندنا في الدول العربية و практически كل الدول في بعض الدول مثلا عندك أنت جامعة مثلا على سبيل المثال القدس جامعة الشرق جامعة مش عارف الغرب بتكون فيها كلية الطب كلية تندسة كلية مش عارف حاسوب بكلية بطي خصفر هاي الكليات كلها بنتكون بنفس الجامعة هنا لا هنا جامعة مثلا على سبيل المثال جامعة فيتيبسك الطبية الحكومية هي جامعة فيتيبسك الطبية الحكومية ما فيش فيها اي تخصص خارج الطب اوكي ماشي اه كمان سؤال بالنسبة للجامعات سؤال بالناس كثير بسأل هل جامعات بيلاروسيا معترف فيها جامعات بيلاروسيا مش معترف فيها وهكذا بالنسبة لها من جامعات بيلاروسيا معترف فيها او مش معترف فيها هذه المعلومات انت المفروض تتأكد فيها او منها في بلدك مثلا على سبيل المثال لو اخذنا مثال فلسطين معظم جامعات بيلاروسيا الحكومية او كل جامعات بيلاروسيا الحكومية معترف فيها مئة بالمئة في فلسطين لو خلنا جماعات بيلاروسيا في الإمارات كل جماعات بيلاروسيا الحكومية معترف فيها بالإمارات بس أنا بقولك كلمة الحكومية لأنه أصلا جماعات بيلاروسيا كلها حكومية بيلاروسيا ما فيش فيها أي جامعة خاصة في أوروبا معترف فيهم كلهم فإذا أنت بهمك دولة معينة الأمر سهل تدخل على وزارة التربية التعليم العالي الجماعات المعترف فيها كذا أو تراسل وزارة التربية التعليم العالي وتسألهم مثلا جامعة الفلانة الفنية مع ترفية مشموعة ترفية وهكذا اوكي انت قررت وعجبتك بيلاروسيا وقرأت عن بيلاروسيا وبدك انت تفكر شو بسمها تقدم على بيلاروسيا شو الاجراءات شو بلزم كيف اوصل بيلاروسيا هل في حدا بساعدني هل ممكن اقدم بنفسي وهي الامور شو الاشياء المطلوبة انا كنت حكيت تقابل في فيديوهات صغيرة او قليلة يعني مثلا ثلاث دقائق او ربع دقائق ومع انه معرفش ليش الفكرة ما وصلت الناس كلهم بيرجعوا يسألوني نفسي الاسئلة شو الاوراق المطلوبة فخلينا نيجي باهم الاوراق المطلوبة يعني ممكن يكون اوراق ثانية مطلوبة ولا اقول لك اهم الاوراق المطلوبة بكل الجامعة اول شي الجواز الصفر طبعا هذا مطلوب في كل جامعة العالم جواز الصفر ويفضل او مش يفضل لازم يكون مدة جواز الصفر او مدة يعني صلاحية الجواز الصفر باقي في سنة يعني اذا باقي في مدة مثلا انا افرض احنا اليوم شهر 9 2019 اذا عندك بنتهي جواز الصفر مثلا في شهر 5 2020 ما بينفعش لازم يكون على الاقل سنة باقي لانتهاء صلاحية الجواز هاي النقطة الاولى النقطة الثانية لازم يكون اللي هو شهادة الثانوية العامة او شهادة البكالوريا او شهادة التوجيه كل بلد لها مسمى اللي هي شهادة اخر مرحلة مدرسية لازم تكون معاك ودائما يفضل ان تكون باللغة الانجليزية اذا باللغة العربية المفروض الترجيمها لللغة الانجليزية اوكي هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي هي بس هذه النقطتين المهمات نقطتين المهمات حتى انت تطلع قبول مبدأي طيب الان بسألوني مين اللي راح يطلع القبول مبدأي فيه اشخاص ممكن حتى الان هذا الموضوع الاشخاص الشرطة صار ترفض لهذا الاشخاص المهم ان نأخذ موضوع للشركات مثلا انت طالب تدرس بلاروسيا بترسلي مثلا على سبيل المثال الورق بنرسلي الموظفة تبع الشركة الموظفة بتأخذ الورق وتروح على الجامعة وبتقدم الورق بكتبه كتاب انه هذا الطالب راح يدرس عن طريقنا وكذا ليش شركات ليش مكان مثلا زي زمان زمان كان عن طريق اي طالب ممكن نقدم صارت الموضوع الان هو ممكن حتى الان اتوقع فيه موجود انه طالب يقدم طالب بلس شوي صعب ليش لانه الطالب لما ييجي بده حد يستقبله بده حد يكون مجبور يستقبله يعرفه على البلد يفتح له مثلا شريحة يعمل مع الفحص الطبي يلقاله سكن في عنده مشاكل خاصة انك انت بتيجي على بلد اصلا مفيش فيهم حدا بتعرفه لغة ثانية عالم ثاني فيها مستحيل انت تيجي من اول يوم بالمطار ومن تعرف مش وعرف وين تروح كيف تعمل وكذا فبتكون صعبة فعشان كذا الجامعات بيجبروا الشركات اللي بيكون معهم عقود مع الجامعات انهم يلتزموا بمرافقة الطالب بهاي الامور فبتروح الشركة بيقدموا للجامعة انه عندنا طالب كذا كذا بالورقة تيلي اللي اعكدتوك يعني لهم همشي الجواز الصفر وشهادة الثانوية العامة طبعا بعض الجنسيات بيطلبوا اضافة كشف حساب بنك يعني لازم انت تحط في حساب عندك في البنك البلد اللي انت موجود فيه مبلغ وقدروا مثلا بعض الجامعات بيطلبوا مثلا 7500 اللي هو المبلغ اللي يكف في اول سنة حتى يضمن ان هذا الطالب معه فلوس انه ممكن يصرف على نفسه يدفع الجامعة ويدفع هاي الامور طبعا هذه الامور بتطلبها الداخلية اتوقع في دول كثير بيطلبها مجرد كشف حساب انت مش بالضرور انك تحولهم او كذا مجرد كشف حساب حتى الان هذه المعلومات الموجودة حاليا اوكي طيب فبعدها بيبعث اوراقك للجامعة تستنى انت القبول للجامعة بالعادة هذه بتاخذ من 70 لشهر هذه العملية من 70 لشهر عشان كذا اللي بيفكر انه يقدم يدرس المفروض يعني يقبل شهر ثمانية بشهر سبعة بشهر ستة يفكر اللي بيفكر يدرس يقدم هاي الورق بشكل سريع ماشي فبتاخذ من 70 لشهر في 70 لشهر شو اللي بيصير حين نقدم الورق للجامعة نود شهادة الثنوية العام وجوز الصفر الجامعة بتطلعوا على الورق بيعملوا لجلة خاصة يقيموا الشهادة يقيموا العمر طالب مستوى الطالب بشكل عام البلد اللي هو موجود منها وخلال اسبوع او 70 بيعطوا الجواب احنا قبلناه في الجامعة اذا قبلوا الجامعة ممتاز جدا شو اللي بظل؟ بظل النقطة الثانية والخطوة الثانية والليه الاهم من قبول الجامعة الشرطة اللي هي الامن انه وافقوا الامن يطلعوا لك دعوة ماشي تعبت وانا قاعد اوكي والامن تقريبا بيوخذوا اسبوع او اسبوعين وحيانا بيطلعوا بشكل اسرع حسب الضغط اللي عليهم فالجامعة عفوا الامن بيطلعوا لكم دعوة وهذه الدعوة بسموها دعوة الدراسية يعني في عندك مرحلتين اللي هو مرحلة القبول الجامعي ومرحلة الدعوة الدراسية اللي هام من القبول الجامعة الجامعة إذا قبله بشكل اوتماتيك يعني بشكل اول ريدي إذا الجامعة قبله خلاص الورق اخ بيروح لالامن فالامن بيطلع دعوة دراسية فهذه الدعوة الدراسية بيكتبوا فيها مثلا شو الاشياء المطلوبة منك رح احكي لكم ياها بعدين عفوا ولأي تاريخ انت ممكن تيجي اوكي مثلا انت قدمت هما بحددوا الجامع يعني مثلا خلال شهر المفروض انت تيجي خلال شهر مص تيجي فهذه الفترة لازم انت تكون تيجي فيها اذا تتأخر عن هذه الفترة خلاص بتروع عليك الدعوة ولازم تعمل دعوة جديدة فالأفضل انك تيجي في هذه الفترة ماشي هذا بالنسبة لي شو اللي بصير بالجامعة بعد ما نستلم مثلا على سبيل المثال الدعوة بنرسلك الدعوة مثلا اذا انت في بلد مش موجود فيها سفارة بيلاروسية بنرسلك صورة من الدعوة والصورة الاصلية بنحطها بالمطار المطار بحط عليها ختم انه هذا الشخص ممكن ييجي على بيلاروسيا ويستلم الفيزا من المطار هذه الاجراءات انا الان بحكي لك عن الاجراءات ما بعد استلام الدعوة فيه ناس كثير بيسألني بيقول لي كيف انا بدايجي على بيلاروسيا وانا ما عنديش فيزا كلام صحيح ومزبوط والمشكلة هذا مرات حتى بتصير مشاكل مع الطيران انه ممكن ما يطلعك على الطيارة اذا ما عندكش انت الدعوة او حتى انت عندك الدعوة اصلا هو الموظف الطيران ما عندهش معلومات انه انت ممكن تأخذ الفيزا بالمطار فعشان كذا احنا من دائما من نوضح للطالب انك تجيب مثلا عن طريق طيران معين اللي هما دائما بيجوا على بيلاروسيا وعارفين السيستم مثل الطيران التركي والاماراتي والاكراني اوكي الا عدى الموظفين القريبين عشان كذا احنا دائما منحكي انه للطالب انه المفروض قبل فترة قبل مثلا بسبوع او سبعين يراسل الطيران يقول انا ما ادعوهم من بيلاروسيا بالعادة احنا منعمل هاي الشغلات خاصة على الطيران التركي والاماراتي احنا منراسلهم ونقولهم الطالب الفلان الفلاني رح يأخذ الفيزا بالمطار وبدون اي مشاكل هذا بالنسبة للطلاب اللي ما عندهم سفارة اما الطلاب اللي عندهم سفارة اللي هما انا حكي لكم شو الدول الموجود في السفارة البيلاروسية مصر الامارات وقطر وسوريا اربع دول عربية موجود فيها السفارات البيلاروسية هذا اللي بتذكر وانا حاليا اوكي هذا الدول ممكن يفتحوا لك فيها فيزا طبعا اذا انت مثلا مصري مثلا او قطري او اماراتي او انت اصلا موجود في الامارات انت مواطن ثاني موجود في الامارات ممكن تفتح في هذا السفارات يعني مثلا انا لو مواطن مثلا يمني وانا موجود مقيم في الامارات بحق اللي افتح فيزا في الامارات بس لازم أنت تكون مرسل بفترة قبل إقامتك الإماراتية مثلا أو السعودية أو كذا للشخص اللي راح يطلع لك الدعوة حتى يكتبوا أنه أنت لازم تطلع أو راح يطلع الدعوة بالسفارة ضروري هذا النقطة مهمة جدا كمال مرة بعيدة حتى الناس اللي ما فهموها يفهموها أنه قبل أنت متقدم وراقك أنت لازم تحكي له مين راح تستلم الفيزا هل هي بالمطار أو بالدولة اللي أنت مقيم فيها أو فيها السفارة بيلاروسية لأنه هم بالدعوة بيكتبوا وين راح تستلم الفيزا فإذا أنت كتبت بي السفارة مثلا الإماراتية هم برسلوا الدعوة باسم السفارة الإماراتية عفا السفارة البيلاروسية في الإمارات ساعة صرت وحده وأنا بطلت أجمعه مش مشكلة سبحان الله الوقت سريع 17 دقيقة أو شوي نرسل لكم نسخة من الدعوة فأنت بتستقبل هذه الدعوة نسخة طبعا نسخة إلكترونية على الواتس آب على الإيميل وين ما ترسلها بعد ما تستقبل أنت هاي الورقة أو هذه النسخة بتطبعها والأشياء اللي قلت لك يا هاق بعد شوي بحكي لك يا شو الأشياء المطلوبة غير هذه الشغلتين الآن معظم الناس مثلا إحنا كيف إحنا بنشتغل كالشركة إحنا بنشتغل كيف بنأخذ منه بس بشكل مبدئي بنأخذ منك صورة من جهاز الصفر وإشهادة الثانوية بعد ما يطلع منك الدعوة حتى أنت ما تتكلب بفلوسة زيادة مثلا الفحوصات الطبية والأمور هذه ولا سمح الله يجيك رفض وأنت تكون تعملها لو نروح عليك على الفاضي فإحنا إحنا من نقول للشباب لو الناس أو للطلاب خطوة خطوة إحنا نمشي معاك خطوة خطوة لما نطلع الدعوة والدعوة تطلع كلها أمورها تمام بعدها منروح مثلا بنحمل الفحص الطبي صور شخصية الأمور اللي هي الثانية شو هي الأمور الثانية؟ إنها مشي يكون عندك أنت فحص طبي طبعا فحص أمراض خلوة عام فحص أمراض خلوة عام فحص خلوة أمراض عامة ومعدية وكذا وإنه يكون إنه هذا الطالب أنه ما فيش عند أي مشاكل صحية وممكن يدرس بدون أي مشاكل الشغلس كانت لكون عنده صور شخصية يترجم الأوراق إذا بيقدر يترجمهOf Oftentimes إذا ما يقدرش بترجمهم هنا لما tableau ويوصل بلاروسيا يجيب الملابس الخاصة فيه والأدوات الخاصة فيه طبعا الدولار ل Hangover لازم تجيب دولار لازم ويكون الدولار نظيف ما فيش علي أي خربيش ما فيش علي أي توقعات موجودة فيه ما فيش علي أختام موجودة أصلا فيه مثلا إضافية مقصود فيه طيب بتجهز حالك أنت وتضبط أمورك وكل شيء تعمل فإذا أنت بدك تطلع الفيزا بالسفارة فأنت بتتصل على السفارة السلام عليكم ألو مرحبا كيف الحال فأنا بدي أطلع فيزا عندكم أنا طالب راح أدرس في بيلاروسيا في هذه الحالة أنت بلزمك الفيزا الأصلية لازم ترتسلك إذا أنت بدك تطلع بالسفارة الفيزا الأصلية مش كل المواطنين ولكن بعض المواطنين هذه الممكن أن يسأل عنها بشكل مسبق أنه من الجنسيات اللي لازم له الدعوة أصلية ومن الجنسيات اللي لازمه لدعوة أصلية حتى يفتحوا فيزا بالمضار يا رب أكون أنا بحكي بلهجة مفهومة وتكونوا أنتوا فهمين عن إيش أنا بحكي وكونوا طبعا الصوت واضح هذا هم شيء حتى تفتح بالسفارة مثل ما حكينا لازمك أنه يكون عندك اللي هو الفيزا فيزة ميني عم الدعوة عفوا يكون عندك الدعوة الأصلية بتتسألها الصفارة بتقولهم أنا بل راح أدرس في بيلاروسيا وعند التعوة الأصلي فهم بيحكوا لك شو الأشياء المطلوب راح يسألوك يقول لك بدنا التأمين الصحي بدنا صور شخصية بدنا كذا كذا أو بيقول لك روح على الموقع والموقع مكتوب على هالأشياء فأنا راح أحكي لكم شو الأشياء اللي بطلبوها الصفارة بشكل عام ممكن أشياء إضافية دائما دائما بيطلبوه جواز الصفار الحضور شخصيا في بيلاروسيا ما بنفعش حد يروح يطلع عندك فيزا لازم أنت تحضر شخصيا تأمين الصحي ويفضل دائما بيلاروسيا دائما يفضل لأنه إذا أنت تعمل البلد تبعتك بدك ترجع تترجم هنا لما تيجي بيلاروسيا ورح يكلفك تكاليف أكثر من التأمين البيلاروسيا فاللي بعملك دعوة برسلك الدعوة الأصليل وفضل يرسلك كمان تأمين صحي بيلاروسيا حتى يكون الموضع أسهل بالنسبة للصفارة وأسهل بالنسبة لك بالنسبة لك حتى لا تفتحهوش ثانية مرة هنا أو تفتح تأمين مرة ثانية صور شخصية عفوا وصور شخصية والفحوصات الطبي طبعا والشهادات العصلية الموجودة معك طبعا المرات لازم تكون شهادة الميلاد برضو معك بس فلما تتصل بي وما نبعطوك موعد مثلا نقول مثلا نحن عندنا اليوم مثلا عشرين تسعة بقول لك مثلا في خمس عشر يجي فأنت بتيجي بتدفع إذا أنت بدك تأخذ الفيزا مستعجل بحكي لك أنه لازم تدفع مثلا توقع مئة وشرين يورو إذا بتخذها بنفس اليوم عند قدم اليوم ويقول لك العصر تعال بتخذها بمئة وشرين يورو وإذا خلال خمس أيام أو مش مستعجل بسموها ستين يورو نصف السير طيب شو بعدها شو بعدها بيعمل معاك القنص المقابلة وإذا الأمور كلها تمام بقول لك أوكي ما في مشكلة بعطيك الفيزا بالحادي بيسألوا شو اسم الجامعة بتدرس فيها ليش اخترت بلاروسيا وهي الأمور أمور اعتيادية مثل لها مثل أي سفارة ماشي ماشي نعست طيب إذا أنا بدي ما بدي أروح عفوا إذا أنا مش من الناس اللي بطلع الفيزا بالسفارة آه عفوا خلينا نكمل موضوع بالسفارة إذا عطاك الفيزا أمورك تمام خلاص أنت بتطلع بالطيار وبتيجي على بلاروسيا في الفقطرة اللي بطلقوا ياها في الفيزا هيك ويكون خلاصنا موضوع الفيزا بالسفارة طيب إذا أنا ما عنديش سفارة شو العملية اللي بتصير مثل ما قلت لك بنرسل لك صورة من أمنة للدعوة بتراسل الطيران بتحكي لهم أنا بدي أجيك كذا كذا فبكون بيستناك مثلا نستناك أحنا والمندوب مثلا الجامع بالمطار بتيجي أنت بالمطار بدون فيزا بدون بطيخ أصفر بس بالدعوة بيشتروا لك تأمين بالمطار طبعا سعر التأمين السنوة 200 يورو أو أفن أفن 200 دولار 170 يورو كل سنة بتغير يعني أنا بحكي لك عن سنة 2019 اللي احنا عايشين فيها اليوم مش حدي يجيني بعد يشوف الفيديو بعد خمس سنوات يحكي لي أنت كنت تحكي لي 200 دولار فأفزاكم وبفايت بيفتحوا لك الفيزا وبعبوا لك الطلب وهي الأمور بتكون سهلة بالمطار ونفس الشي القنصل بسألك أي في احتمال يسألك القنصل كم معاك الفلوس وأنت لازم أصلا يكون معاك الفلوس ما ينفعش يجي الطالب ما عندهش فلوس كاش مش بالبطاقة لازم يكون الطالب معاوني فلوس كاش على الأقل في 2019 عقاجش لي 3500 دولار أو 4000 دولار زي كذلك ما كونش يقلي عن هذا المبلغ بالمطار أوكي بتوصلين فيلروسيا بتتسجل بالجامعة بكوننا مثلا نستقبلك نوخذك على الجامعة على السكن الجامعي ممكن تسكن بسكن جامعي ممكن تسكن بسكن خارجي طبعا السكنات الجامعية صعبة شوية بالنسبة للطلاب العرب ومعظم الطلاب العرب ما يسكنوش فيها لأنه بالغرفة الوحدة يكون عندك ثلاث طلاب أو طالبين وممكن في ناس بسكن بتعود هو السكن الجامعي الحلو فيه أنه أنت مش ممل كل يوم بتعرف على ناس جدد وكذا أما السكنات الخارجي بتكون أريح أكيد بس أنه ممكن الواحد يمل ويزهق وكذا طيب مثلا احنا شو منعمل احنا منستقبل الطالب من المطار نخذه على السكن الجامعي نلفلفه في المدينة منعرف على ماكن شو اللي بتصير في المدينة من وين يشتري من وين يعمل شو يعمل وكذا وبعدين منروح ثاني ونسجله بالجامعة منعمله الفحص الطبي لازم تعمل كمان فحص الطبي إجباري هنا في بلروسيا ترجم له الأوراق المطلوبة ومنعمله اللي هي الأشياء المطلوبة طبعا خطوات كثيرة هذه تقريبا بتوخوا من ثلاثة لخمسة أيام اللي هي الأشياء السريعة ومنمدد الإقامة منعمل اللقام هاي الأمور طيب بعد ما نعمله هاي الشغلات بروح ببليش داون بالعادة بالعادة معظم الطلاب أول أسبوع بيجي بتجي حالة عالة نفسية بيتعقد إذا ما لازم أخذ شوية بتأقلم على الوضع مثل أي مكان أنت بتغير يعني أنت طول عمرك مثلا ساكلي 18 سنة في نفس المدينة جرّب غير مدينة ثانية بنفس البلدة اللي أنت فيها بتحس بصعوبة فما بالك أنت لما تيجي على بلد ما بتعرفش في حدا أول مرة بتدخل فيه لغة ثانية شعب ثاني ثقافات ثانية فأنتوا أكيد عارفين أنا عني ش بحكي فالأمور بتكون شوي صعبة ببداية وبعدين تتأقلم مثل كل العالم كل العالم كذا أجت بالبداية كلهم تصعبوا وبعدين الأمور ماشتهم بعدين شو ما بصير معاكم ممكن تتواصل معنا ونشرح لك شو الموضوع شو تعمل وكذا بالفترة اللي أنت بتكون بتدرس فيها شو اللي بصير أنت بتتبلش مثلا تحضيري إذا أنت بتدرس بالإنجليزي ولغتك الإنجليزي ضعيفة ممكن تدخل تحضيري أوكي تحضيري عبارة مثلا عن لغة إنجليزية وروسية إذا أنت ضعيف مثلا بالإنجليز ممكن تدخل تحضيري لغة إنجليزية بكون كيميا وأحياء وإنجليزي أو لغة روسية بيكون روسية برضو وكيميا وأحياء باللغة الروسية حسب أنت شو بدك لغة في ناس بنصحني شو اللغة اللي بدك لاختارها أنا بفضل الروسي لأنه أنت رح تحكي مع الشعب تعامل مع الشعب وراح تشوف مرضى من الشعب فأنت تدرس بالإنجليزي ومتعرف شو روسي برضو بيكون غلط أنه بدك أي حدا لأي شغل بدك حدي يترجم لك وفرض إلو حتتعلم روس هما راح يعلموك روسي يعني حتى لو أنت بالإنجليزي يعلموك كلغة كلغة روسية حتى تقدر تعامل مع الشعب تطلع بالمواصلات وينتروح وينتيج هاي الأمور هذا بالنسبة لخطوات الدراسة شو كمان طيب بالنسبة المعيشة في ناس كثير يسألني كيف بتكلفني وكم بتكلف المعيشة ممكن أشتغل كطالب ممنوع أشتغل كطالب أو لا بلاروسيا من الدول اللي بتمنع أن الطالب يشتغل الطالب جاي بفيزي الطلابية لازم يدرس فممنوع الطالب يدرس بالنسبة للمعيشة المعيشة هنا في كثير فيديوهات ممكن أنتو تشوفوها عن المعيشة بلاروسيا الأسعار وهي الأمور يعني 250 300 دولار المعيشة تقريبا فاللي بهم موضوع المعيشة ممكن ندقل على الفيديوهات واشوف كم بتكلفه الشقق راح صوتي بالمرة بحاول أن أخلص في أقل من ثلاث دقائق الشقق مثل ما حكيت لكم برضو كمان 150 250 250 300 حسب المدينة بالعاصمة طبعا أغلى شيء والسكن الجامعة تقريبا 50 دولار على الشخص بالغرف أو 35 حسب السكن الجامعة طبعا السكنة الجامعية مش كيف أحكي لكم فيها قديم وفيها جديد ومختلف الموضوع المطاعم العربية قليل موجود الأكل هنا موجود حلال وغير حلال موجود الألبسة موجودة يعني فيه شيء غالي فيه شيء رخيص بس بس طيب أنا ما راح أطول عليكم صار لي تقريبا نقل من نص ساعة 28 دقيقة هذا الموضوع حاولت أن أتذكر الخطوات بشكل عام شو اللي بتصير مع الطالب لما يجي شو بأعمله وكذا فإذا لحد عنده سؤال أو أين أتذكرت أي شيء إن شاء الله بإذن الله بأعمل جزء ثاني بيكون عبارة عن أجوبة عن الأسئلة اللي بتنطرح علي بموضوع الدراسة مثلا خلينا نعمل أي موضوع الدراسة مثلا شو الأشياء اللي ممكن تسألوها مع أنه أنا عندي أفرجيكم في ناس دائما بيسألني ليش أنا ما بردش على الرسال أوكي أنا أحكي لكم أنا ليش ما بردش مش إنه ما بردش يعني مش ملحق رد على الرسال شوفوا عدد الرسال الموجودة عندي على الواتساب أش ظاهر أش ظاهر لحظة أمل كده بالمهم شكله مش ظاهر مش مش ظاهر عندي 1939 رسال طبعا هذا واتساب واحد أنا عندي ثلاث واتساب بعد فمش ملحق عليهم فبحاول أنا ليش دائما أنه يكون الموضوع مباشر يعني أنك لما تسألني أو تتسر لأي أو أنت الدراسة يفضل ما تتسر تكتب أفا تكتب الموضوع اللي بدك هي مباشرة وبشكل يعني كامل أوكي هذا بخصوص موضوع الدراسة طيب بس هذا الفيديو ما رح يكون يعني مش رح أطول فيه أكثر من كده ومثل ما حقيت لكم اللي عنده أي سؤال أو يصف صار يكتبه في التعليقات أو بالواتس أب برضو الواتس أب موجود أسفل هذا الفيديو في الخاني اللي تحت الفيديو المهم سيدي سمحت والله فالمهم بس إن شاء الله يتكون فتك لو بالقل القليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي